طارق هل يمكن لك أن تضعنا وأسدى المشاهدين في طبعا مجريات المحاكمة السلام مساء النور جودي أهلا بكل من التحق بنا الساعة في هذا البث الحي المباشر مع حلول أسنة الجديدة نحن نتواجد الآن أمام محكمة سيدي محمد أين قضت المحكمة بإدانة رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب بثمانية عشر سجنا منها ستة أشهر نافذة واثنى عشر موقوفة النفاذ وتغريمه بغرامة مالية قدر بمليار وثلاثمائة مليون دينار بنسبة للمحاكمة فإن رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب تم إحضاره صباحة صباحة اليوم في تمام ساعة العاشرة صباحة أنه تم الاستماع إليه من قبل هيئة القضاء رفقة ممثل عن شركة إفكون وممثل عن شركة عن البنك الإسكان كذلك تم الاستماع لعدد من الشهود منهم المهندس النمساوي مصمم الآلة الضاغطة الذي أكد للقاضي أن الآلة الضاغطة صنعت خصيصا لرجل الأعمال الجزائري بنسبة لوكيل الجمهورية كان قد التمس في المساء عام سجنا في حق رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب بالإضافة إلى تغريمه ضعفي قيمة المخالفة بنسبة لبنك الإسكان كان وكيل الجمهورية كذلك قد التمس مخالفة تغريم بنك الإسكان بأربع أضعاف قيمة المخالفة ليتم في بعد أو قبل لحظات النطق بالحكم النهائي أين أدانت المحكمة سيدي محمد يسعد رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب بثمانية عشر سنة سجنا منها ستة أشهر نافذة واثنى عشر شهرا موقوفة النفاذ بالإضافة إلى تغريمه بمليار وثلاثمائة مليون دينار في هذه اللحظات يتم الاستعداد لنقل رجل الأعمال الجزائري إلى سجن الحراش طارق طارق ماذا عن مجريات خروجه من السجن نعم طارق ماذا عن تفاصيل في مجريات المحاكمة نعرف أن رجل الأعمال يسعد ربراب من الشخصيات المتميزة في ساحة الأعمال والمال نعم بالنسبة لتفاصيل المحاكمة ومجريات المحاكمة فقد انطلقت قبل قليل المحاكمة رجل الأعمال الجزائري في تمام الساعة العاشرة كانت أسئلة موجهة له من طرف القاضي كذلك أسئلة كان يجيب عليها حول التهم الموجهة إليه والمتمثلة في التزوير استعمال المزور وكذلك مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج إجابات الرجل كانت نوعا ما مقنعة كذلك كان هناك حاضر ممثل عن شركة إف كونح كذلك ممثل عن البنك الإسكان الذي قامت القاضي كذلك بتوجيه مع عدد ومجموعة من الأسئلة الشهود كذلك أدلوا بشهاداتهم حتى المهندس النمساوي الذي قام بتصميم الآلة الضغطة أدلوا بشهادته وأكد أن هذه الأسئلة خصيصا للجزائر وخصيصا لمجمع سيفيطال نعم طارق ماذا عن المتهم يعني عن يسعد ربراب يعني رجل الأعمال ماذا عن يعني كيف بدأ المتهم أثناء المحاكمة إلى غير ذلك نريد هكذا التفاصيل من هذا القبيل نعم بالنسبة للمحاكمة في الصباح بدأ بشكل جيد يعني بشكل عادي رضا لم يبدو عليه تعب أو بالعكس كانت إجابته واضحة كان يتكلم كما كان قد قال من قبل كان يتكلم نوعا ما بصعوبة بالعرب نعم مواثق من نفسه كان يتكلم بصعوبة خاصة أنه لا يتقن العربية لأنه من لأن نشأته من منطقة القبائل وتكوينه تعليمي فرنسي لذلك وجد صعوبة في ربما التواصل مع القاضي نعم كانت كان أخذ ورد بينه وبين القاضي سؤال نعم سؤال وجواب كذلك بالنسبة لنفس شيء بالنسبة لممثل إيف كون نفس شيء بالنسبة لممثل بنك الإسكان كيف استقبل المتهم كيف استقبل المتهم يعني رجل أعمالي سعد الربراب لهذا الحكم الذي أدين به نعم جودي استقبل الحكم رجل أعمالي يقبع في السجن منذ ثمانية أشهر أي منذ 22 أفريل استقبله للحكم كان بشكل عادي يعني حتى أنه دعنا نقول لم يتفاجأ من الحكم نعم رضا نعم شكرا لك شكرا لك موفد تلفزيون نهار من أمام محكمة سيد محمد بالعاصمة على كل هذه التفاصيل طارق دريدي ترجمة نانسي قنقر